أهلا بحضراتكم الجديد وفقرة ترند الترند ترند الترند النهاردة بنتكلم في موضوعين طبعا ترند الترند لازم يكون موضوعات شغلة الرأي العام الموضوعين نتكلم فيهم أول موضوع طبعا لغاية لما القرعة يعني تستكمل في هذه اللحظات ونبعاكم على عام بشارة لسه مراسم القرعة شغالة فبعد لحظاتها نعرف الضبط المواجهات خلال الفترة الجاية والأهل هيبدأ بمواجهة مين في كأس العالم للأندية لكن لغاية لما تخلص مراسم القرعة ونعرف المباريات أبدأ بالحديث على الحدث الأبرز وكان ترند عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وتحديدا بعد قرار اتحاد القرى بالأمس اللي صدر بعد ساعتين من بيان النادي الأهلي أو خطاب النادي الأهلي اللي أرسلوا لاتحاد القرى وأعلنوا لكل وسائل الإعلام بخصوص القرارات الغريبة اللي بتصدر من الحكام في مباريات الدوري بالمناسبة مشكلة الحكام أو مشكلة التحكيم في مصر هي مش مشكلة داخلية لا هي مشكلة داخلية وخارجية لازم الناس تبقى عارفة أن التحكيم في مصر فيه مشكلة وفيه معاناة والردود الأفعال ما بتبقاش داخل مصر فقط لا فيه للأسف بعض المباريات خارج مصر يبقى فيها أزمات تحكمية قادر إمكانها بنحاول ندافع عن حكامنا لكن لناس تاخد بالها والمسؤول عن التحكيم في مصر لازم ياخدوا بالهم أن المشاكل مش داخل مصر بس لا داخل مصر وخارج مصر ومنظومة التحكيم تحديدا محتاجة إعادة نظر وإعادة هيكلة وتصقيف الحكام وتدريبهم ومحاضرات ومرأبين يكونوا بعيدين عن لجمة الحكام عشان الناس ترائب بشكل عامل صح وتكتب تقارير تكون في صالح الحكام عشان الحكام تهرب أخطاءها فين وتعالج ده ده أولا لأننا بنتكلم على مصلحة الحكام وبنتكلم على مصلحة التحكيم لأننا بيهمنا أن التحكيم المصري يكون رقم واحد في إفريقيا التحكيم المصري يكون له دور كبير في إفريقيا ما يكونش كل مرة مباراة داخل مصر وتحديدا مع الأهلي أو مباراة خارج مصر في إفريقيا وبنلاقي أخطاء تحكيمية أو ردود أفعال كبيرة جدا على الأخطاء التحكيمية اللي البعض ممكن يقولك وردة لكن ما تبقاش وردة بهذا الشكل الكبير وكما وصفها بالأمس خطاب النادي الإله يا أخطاء للأسف بتؤثر في نتائج المباريات وتحديدا مع النادي الأهلي لكن الجزء بقى المتعلق بالنحية القانونية واللائحية اللي طالما فيه إدارة للمسابقات طبعا أنا ما عنديش معلومة هل في لجنة هل في رئيس للجنة هل الإدارة من الموظفين هما اللي لهم الحق أن ياخدوا القرار لغاية اللحظة دي آلية اتخاذ القرار ومن ساعة ما تكلمنا في الجزء دي مبارح وكل شرح هذه الجزئية آلية اتخاذ القرار فيها مشكلة وبالمناسبة الشنوة ممكن يكون مخطئ والنادي الأهلي يوافع على القرار لكن بشرط أن تكون آلية اتخاذ القرار ويكون القرار يتخذ بشكل قانوني سليم وصحيح ما يكونش القرار فيما معناها زي ما بنقول باللغة الدرجة في الإعلام أو في الصحافة القرار مطبوخ أو القرار متطبخ وخارج بشكل مش قانوني ولا سليم ليه؟ ليه مش قانوني ولا سليم؟ أولا هل في لجلة مسابقات محدش عنده معلومة لأنه بعد استقالة مازل مرزوق ما تعرفش هل فيه مدير للمسابقات حاليا ولا لا هل إدارة المسابقات مخول لها أن يتتخذ هذه القرارات خاصة الإدارة مش مجرد أعضاء دول موظفين داخل اتحاد القرى عمرهم مخدوا قرارات في المباريات ثالثا جرى العرف أو دايما على مدار العمل داخل اتحاد القرى لجلة المسابقات أو إدارة المسابقات ما بتاخدش قرارات في المباريات إلا ما بتنتهي الجولة بالكامل عشان تنظر في كل تقارير الحكام وتتخذ على أساسها القرارات في نهاية الأسبوع وقبل بداية الأسبوع الجديد لكن ده الأسبوع لسه بيتلعب وقرار في مباراة واحدة للاعب واحد وكأن الآلي كان عنده مباراة النهاردة كان لازم يطلع القرار مباراة رغم أن فيه مباراة سابقة بالمناسبة كانت المباراة بتتلعب وبتأخر القرار مباراة واثنين وممكن يتأخر قرار أسبوع واثنين كمان فقالية اتخاذ القرار محدش عنده معلومة قالية اتخاذ القرار كان إزاي القرار صدر بسرعة وده عمره ما حصل قبل كده أن الإدارة تكتمع عشان تاخد قرار في لاعب وفي مباراة ولسه فيه مباراة متبقية في نفس الجولة ما هو مش معه لللجنة أو الإدارة تكتمع كل يوم عشان تنظر في تقارير وتاخد قرار كان دايما بيستنوا كل التقارير لما بتجيلهم حتى لو بتتبعت على السيستم وبعد نهاية الجولة بتتخذ القرارات حتى لو المباراة في اليوم التالي للأسبوع الجديد الحاجة التالتة واللي كانت غريبة بالنسبة لنا وهي متعلقة بقى بالقرار اللي صدر بخصوص إيقاف محمد الشناوي أربعة مباراة كان دايما زمان لما كنا بنتكلم مع أعضاء لجنة المسابقات نقول لهم إزاي الحكم قدى لللاعب كارتة أحمر أو إنذار تاني والمسابقات ما خدتش قرار فيقول لي أصل الأسف تأرير الحكم ما ذكرش الوقاء اللي حصلت معاه واللي على أساسها خد قرار إداري فاحنا دايما بنطلب من لجنة الحكام أنها تعمل محاضرات تسقفية للحكام عشان تقول لهم لما تاخد قرار إداري لازم تذكر تفاصيل القرار الإداري في التقرير عشان على أساسه أنا كلجنة أو أنا كإدارة أطبق لائحة المسابقات لا الجديد بقى وده بقى خارج عن النص وما حصلش قبل كده ومش في المنهج وبصراحة أنا على مدار 15 سنة في المجال ده أول مرة أشوفها إن حكم تكون المشكلة معاه هو بشكل شخصي مش خناية لعبة وما شافهاش فكتب تأرير بناء على إن تقلق قبل كده لا ده الحكم في الواقعة نفسها شاف الواقعة وما تخص فيها أي قرار إداري لا إنذار ولا إنذار تاني ولا كارتة أحمر ولا أي قرار إداري معنى أنه ما تخص أي قرار إداري بقى شافه إن الواقع أو الديالوج والحوار اللي كان بيره بن الشناوي أو حتى الشناوي اللي ما مسكوا من إيده عشان يتكلم معاه هو شافه إنه في السلوك غير رياضي طب أنا إزاي أكتب تأرير إن ده سلوك غير رياضي ما أنت كحكم ما خدتش قرار في الملعب يعني هو قد عملت العكس كان دايما يتقلق الحكم لو خد قرار إداري لازم يكتب تأرير بده عشان أخد قرار لكن كان المرة دي بجد جديدة يعني المرة دي إحنا بنسلك منهج جديد في تطبيق اللوايح وفي مباريات الدول المصري بجد خارج المنهج إن القرار إداري ما تخص وبعد كده أكتب تأرير ما عرفش أنا أتمنى حد يطلع يترجم لنا الكلام ده حصل إزاي يعني عندكم ميسي في نهاية كأس أسبانيا خد كارتة أحمر اتكتب تأرير النهاردة توقف ده الإطاري الطبيعي والتدريجي في اتخاذ القرارات ممكن تشوف الشنوية أخطأ في المباراة وتتزيله كارتة أحمر وتكتب تأرير وتوقف أربع مباريات هنا الطريق القانوني سليم لكن الطريق القانوني اللي اتخذته دارة المسابقات في هذا الأمر غير سليم وأنا هنا بوجه سؤال الحكم مش هيتكلم بس أوجه سؤال لصاحب القرار لأننا نحن نعرفش مين برضو غير دلوقتي مين صاحب القرار أو صاحب الاختصاص باتخاذ هذا القرار هل الحكم كتب تأرير؟ طب لو الحكم كتب تأرير لجنة الحكام هتستدعي وتعمل معها تحقيق ولا مش هتعمل طب القرار ده بالمناسبة لما اتخذ أربع مباريات تبقى للليحة ما درش استأنف على القرار يعني أربع مباريات ده من ست مباريات ما درش استأنف على القرار زي قرارات الاتحاد الإفريقي بقولك لو لعي بتوقف مطشمة دنفعش تستأنف آه تتظلم قدام نفس الجهة اللي خاتت القرار بس قد تتخذ نفس القرار وتعتمده أو تلغي لكن لو لغيته مثلا برضو عايزين نعرف هو في تأرير الكتب في التفاصيل دي ولا ما فيش تأرير الكتب في التفاصيل دي طب الحكم مثلا نفترض ما كتبش تأرير نفترض مثلا ما كتبش تأرير لو ما خاتش قرار إداري في الملعب طيب إدارة المسابقات هل ممكن تكون اعتمدت على شريط المباراة؟ تبقى للليحة ليس من اختصاصها يعني الحكم لو ما كتبش تأرير وإدارة المسابقات خدت من شريط المباراة ده مش من اختصاص إدارة المسابقات إدارة المسابقات بتاخد بنانة على تقارير اللي متقدمة من الحكام ودائما الحكام بيأكد على حكامهم لجلة الحكام بتأكد على حكامها لما يبقى فيه قرار إداري خدته في الملعب ارفق ده بتأرير وبالمناسبة ده اللي عمل أزمة في أول جولة في الدوري في مباراة برمز والاتحاد السكندري لما كانت مباريات الأولى في الدوري طبعا حصل قرار غريب جدا الحكم محمد الصباحي قدر رمضان صبحي انذار تاني فبالتالي كارتة أحمد هتكتب تأرير ما كتبش تأرير فتوقف مباراة واحدة تبقى للقيحة هنا الناس عارفة بتكتب إيه عشان القرار يبقى إيه فبالتالي موضوع الشناوي ماشي ممكن يعدي ونشوف الفترة الجاية هيحصل إيه عشان نعرف قلية ده بس مش هيعدي عشان الناس تبقى فهمها الكلمة مش هيعدي بمعنى ان احنا نتغادى عن القرار لا يعدي عشان نفهم القرار ده تاخد بناء على إيه لأن لسه الدور طويل تمام؟ عموما هارجع للجزئية دي